دلوقتي حنسيب حضراتكم مع موجز الآخر وأهم الأنباء موجز التساع صباحاً مع هالة الحملاوي تفضلي هالة شكراً محمد التساع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمارات في مشعر منا في ثالث أيام التشريق الثلاثة وكان حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين قد أدوا طوافي الإفاضة والوداع بعد أن رموا جمرات اليوم الثاني مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة صرحت وزارة الخارجية بأن القطاع القنسلي بالوزارة وابعثات مصر الدبلوماسية والقنسلية في السعودية والأجهزة المعنية تبذل جهوداً مكسفة بالتعاون مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين بين صفوف الحجاج بالإضافة إلى وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي وأوضحت الخارجية أن السفارة المصرية في الرياض قامت بإفادة بعثة قنسلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم ألمانية ويرغبوا ذوهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان وقال جيش الاحتلال في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية وتمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان وأضاف البيان أنه تم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان وفي واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتجن أن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وقال باتر كرايدر المتحدث باسم البنتجن إن أولوية الإدارة الأمريكية هي التوصل لحل ديبلوماسي يؤدي إلى خفض التصعيد على الحدود مع لبنان وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح الفلسطينية كما أعلن مستشفى العودام في النصيرات استقبال ستة جثامين لشهداء وخمسة عشر مصابا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في وسط قطاع غزة وجنوبه تواصلت المظاهرات الحاشدة في شوارع القدس المحتلة احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياو بسبب فشلها في تحرير المحتجزين في قطاع غزة ورفع المتظاهرون لافتات تطالبوا بانتخابات جديدة داعينا لوقف اطلاق النار كي يتمكن المحتجزون المتبقون من العودة إلى ديارهم كما تجمع المتظاهرون أمام البرلمان الإسرائيلي الكنسة مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق يسهل اطلاق سراح المحتجزين قال وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين إن دعم الصيني للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يطيل أمد الحرب في أوكرانيا وشدد بلينكين في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسية نيتو يانس ستولتنبرغ على ضرورة وقف الصيني دعم الحاسم لروسيا والإبقاء على آلة الحرب المستمرة صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسودة اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية وبحسب بيان للرئاسة الروسية فإن الوثيقة تحدد آفاق مواصلة التعاون الثنائي مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة سواء في مجالات السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية وعقب محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون أكد بوتين أن بلاده تحارب سياسة الهيمنة والإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحول فاؤها منذ عقود انتهى مجازو التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر